سيد العزيز أولا الأمور وخاصة الأمور الحساسة اللي قد تكون مرة سياسية مرة تكون عسكرية لا تدار بالأمور العاطفية وهذه الوطنية الزائدة أنا أضرب لك مثل أيهما أفضل أو أيهما أرجع أو أقوى أو ما نقول أعظم العراق عم اليابان اليابان هسا قاموا ما نسموه دولة سحولة كوكب اليابان لا تزال القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية موجودة في اليابان موجودة في ألمانيا موجودة في عدة دول وبالتالي أنت مو بالمنى السهولة أن تلغي دولة بهذا الثقل وهذا الحجم وإن كانت دولة محتلة وإن كانت دولة غازية وإن صدر منها بعض الاحتداءات لكن اليوم المنطف والعقل يحتم علينا أن نجد الطريقة المناسبة أولا هذا القصف المتبادل بين الفصائل وبين القوات الأمريكية من شأنه أن يشعر الفتي لحرب في العراق هي أمريكا لآن بعد أحداث غزة تحاول جاهدة أن تجر المنطقة خصوصا منطقة الشرق الأوسط إلى أن تتوسع رقعة الحرب وإسرائيل أيضا تريد أن تنفس أو تحاول أن تفك الحصار عليها الحصار الذي بدأ من الداخل بدأت بجهات مجاهدي غزة بدأ الضغط بدأ الإحراج فهي تحاول أن تكون أكثر من طرف داخل هذه المعركة وبالتالي حتى تستطيع أن تستنجد بحلف الناتو من أجل التساع رقعة الحرب أيضا تلاحظ حضرتك أمريكا بدأت تكثف من نشاطاتها بدأت تكثف من استقطاب بعض الدول لدخول لهذا الصراع هي تدرك بأن الصراع الموجود بالعالم اليوم ليس محصور بمنطقة الشرق الأوسط هناك تحركات عالمية قد نشهد لربما في القريب العاجل الحرب العالمية الثالثة وبالتالي علينا كعراقيين أن نجنب منطقتنا بلدنا أن يكون لا ساحة لتصفية الحسابات ولا ممر لهذه الهجمات